تواصل وزارة الداخلية حمالتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 613 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت 267 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 103 أطنان وفي مجال الحجب والبيع بأزياد من السعر الرسمي للأرز الأبيض وعدم توريد أرز الشعير تمضبط 150 طن أما في مجال البيع بأزياد من السعر لمواد البناء تمضبط 10 أطنان أسمنت وفي مجال قضايا المخابز تمضبط 470 قضية من بينها 213 قضية خبز ناقص الوزن و176 قضية خبز غير مطابق للمواصفات ترجمة نانسي قنقر